اكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أهمية الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية ومنتسبوها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة وصون الحقوق والحريات والحفاظ على المنجزات الحضارية لمملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار نعم وذلك في ظل الرعاية الفائقة التي تحظى بها وزارة الداخلية ومنتسبوها من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزارة حفظه الله جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي الفريق أول شيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية حيث هنأ معالي وزير الداخلية سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة تحقيق سموه بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم والتي أقيمت في منبازير بالجمهورية الفرنسية متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على تفضل سموه بالإشادة بالجهود المخلصة التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن في المملكة مؤكدا معاليه أن وزارة الداخلية وجميع منتسبها ماضون في طريق التحديث والتطوير عبر استراتيجية لرفع مستوى الأداء والكفاءة في منظومة العمل الشرطي ترجمة نانسي قنقر